السلام عليكم و مرحبا بكم معي في قناة طوب لوك أتمنى تكونوا باخر و الاخر و انتم ما تشوفوا الفيديو دياله النهار يوم شاء الله كنقدم لكم تحلية للصحور او سهراتكم رمضانية تجيل ديته بثاف و منعشة أتمنى انها تنال اعجاب ديالكم و انتشربوها وتعجبكم اللي كيشوفوا في القناة الاول مرة ما يساش يشترك فيها وفعل الجرس دائما بشي توصل بكل جديد الوصفات اذا اعجابكم الفيديو برتجهم الاحباب والاصدقاء بشعوم الفائضة لا تنسوش تخليوا اكبر عدد ديال لايكات و كذلك تعليقكم الزوينة اللي تائما كتزيت شجعني بلا ما نزيد نطوله اليكم نمشو نشوفوا المقادر و طريقة تحضير و فرجة ممتعة اذا بسم الله على بركة الله في المقادر كنحتاجو نصف لتر ديال الحاليب اللي كيكون عادي يمكن لكم تضيف المقادر على حسب افراد الاسرة عندي نايمالقة كبيرة ديال الكاسترد او بودرة الكريم باتيسير ثلاث ملاعق ديال السكر على حسب الضوق عندي القليل من شوكولاتة استعملوا النوعية اللي كتفضله عندي كذلك هنا يكيس ديال الفلون بالنكها ديال شوكولاتة انا استعملت ذاك الفلون اللي كيكون صغير بدون سكر الا استعملته الكبير حيدو الكمية ديال السكر هنا عادي نضيف ذاك الكيس ديال الفلون للحاليب عادي نضيف هنا يالسكر هنا بنسبة الفلون الاسم ديال الدول العربية هو البودينغ او الكريم كاراميل عادي نضيف هنا ذاك الكريمة ديال بودرة الكريم باتيسير او الكاسترد يمكنكم تعودها بمالقة كبيرة ديال الناشا ماشي مشكيل هادي نخلط هذه المكونات جيدا هنا هي الشوكولات هادي نخليه اخر حاجة ومبعدو نضيفوه هادي نوضح هنا هاديك الكاثرون فوق النار مع التحريك المستمر ما تغفلوش اليها حيث في ساعة كتعقد هادي نستمر بالتحريك حتى كتعقد الكريمة هنا يبعد ما كتعقد الكريمة كما كتلاحظو كتولي الى هاد الشكل هنا غضي نضيف لي هاداك الشكلات اللي قلت لكم استعملوا اي نوعية كتفضلو هنا نضيفوها لخليط محتو باقي سخون باش يدوب فيها هنا خديت كذلك قطع ديال البيسكويت خديت خمسة ديال القطع ذاك البيسكويت العادي اللي كان اكله وكذلك حبة ديال الموز هادو فقط الاضافة ديال المدق اكتر لده للتحلية يمكن لكم تتغنوا اليهم فارهم كيجي ولدات بزاف التحلية جربوهم هنا غضي نضيف كذلك قطع ديال الموز غضي نقطعهم قطع صغيرة يمكن لكم تتعملوا اي فاكيها كتفضلو سوف نخلط المكونات مزيان مع بعدياتها هنا خديت هاد الكووس اللي كيكونوا الي هاد الشكل لكيكونوا عراض من الفوق باش هدين نقلبهم في الصحن واخديت كذلك كووس اللي عاديين كنتو ما استعملوا اي كووس كتفضلو سوف يغضي نفرغ الخالد ديالي بها الطريقة هنا غضي نخليهم حتى كي ياخدوا درجة حرارة المطبخ وندخلهم كلاجة كي بردو ثم بعد نقدموهم اذا ادوى الشكل ديالهم النهائي بعد ما زينتم هنا يبرقة اي قلوس هادوك اللي قلتليكم مدعتهم في كووس اللي عراض قلبتهم في الصحن كيجي هاد او الشكل ديالهم واللي بقوا في الكووس وضفتليهم هكا مكسارات انتو ما دائما كيبقى تزين على حسب الرغبة والمتوفرة عندكم في البيت فكتجي تحلية اللي رائعة جدا لصحور او هكا لصهراتنا الليلية كذلك منعشة ولديدة بزاف وكتوجد بسرعة كبيرة كما لحتوا معايا وجدوها في اخر لحظة ما كتوجد يعني غي هكا واحد الساعة كتلقوها بردات ما كتاخدش وقت طويل كنشكركم دائما للمشاهدة والمتابعة اتلقوا وصفة جديدة ان شاء الله خليتلكم الراحة ومع السلامة اشتركوا في القناة